بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم طلاب الصف الرابع الابتدائي في هذا الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة في موضوع درس جديد بعنوان الوحدة الخامسة نص الدعم نجاة أب وابنه سنتعلم أيها الطلاب الأكارم بإذن الله في هذا الدرس قراءة وفهم النص جيدا كذلك ذكر أسباب وقوع حادث الابن والأب كذلك الإجابة على أسئلة خاصة بالنص المقروء إذن نص الدعم نجاة أب وابنه هو درسنا نص الدعم نجاة أب وابنه قبل البدء بالدرس سأعرض لك هذا السؤال أيها الطالب الكريم من خلال عنوان النص هل تستطيع تحديد حادث الاب وحادث الابن من خلال الصور؟ أي من هاتين الصورتين يدل على حادث الاب وأي منها يدل على حادث الابن؟ أمامك الصورتين فأي منهما حادث الاب وأي منهما حادث الابن؟ ها؟ هل تستطيع أن تعرف؟ أحسن الصورة الأولى هي ترمز لحادث الابن والصورة الثانية ترمز لحادث ألعب ترمز لحادث ألعب أحسن نبدأ الآن بقراءة النص وادعى جميل زوجته وولديه صباحا وانطلق بسيارته كعادته في كل يوم نحو معمله في ضاحية المدينة نزل ولداه قبيل الظهر إلى الحديقة التي اعتاد أن يمارس فيها مختلف الألعاب الرياضية ركب سامر دراجته السريعة وراح يقوم بألعاب بهلوانية يسرع ويفلت المقود من يديه فتسير الدراجة على هواها وصار يروح ويجيء في الحديقة في إحدى المرات لم يتمكن سامر من السيطرة على الدراجة فاصطدمت بشجرة وسقط على الأرض والدم يسيل من رأسه حتى غطى وجهه صرخت أخته صرخة مرعبة سمعتها الأم فأطلت من الشرفة وشاهدت هذا المنظر فأسرعت إلى الهاتف فورا واتصلت بطوالي المستشفى ثم نزلت وهي مسرعة إلى الحديقة لتطمئن على حال ولدها لم يطل الوقت حتى سمع بوق سيارة الإسعاف يلعلع معلنا عن وصولها ومنذرا للناس بوقوع حادثة خطرة في المستشفى رأت الأم أن استدعاء زوجها ضروري فاتصلت بهاتفه النقال فرد عليها زوجها وهو في السيارة فأخبرته بما حصل نزل عليه الخبر نزول الصاعقة فتاه وانحرفت به السيارة وخرجت عن الطريق واستقرت في حفرة إلى جانبها من لطف الله به أنه لم يصب أذى ولكن ما العمل إنه على طريق قل ما تمر عليها السيارات تذكر هاتفه النقال فاتصل بالشرطة وطلب منها المساعدة حين وصل إلى المستشفى قال الحمد لله نحن بخير وكانت الفرحة عظيمة فتبادل أفراد العائلة التهاني بنجاة الأبي والابن معا الآن أيها الطالب الكريم ألون الكلمة ومعناها بلون مغاير ستعرف على كلمات معينة ألون الكلمة ومعناها بلون مغاير الآن لدي العمود الأول به كلمات يلعلع مرعبة استقرت تاهى انحرفت وفي العمود الآخر ضل الطريق يصوت ويدوي مالة مخيفة ثبتت نبدأ بالكلمة الأولى يلعلع ما معنى كلمة يلعلع صوت الإسعاف وسيارة الإسعاف يلعلع يعني ماذا ماذا تعني كلمة يلعلع أحسنت يصوت ويدوي ممتاز يلعلع بمعنى يصوت ويدوي أحسنت نأتي الآن الكلمة التي تليها مرعبة ما معنى كلمة مرعبة هل تعرف هل تعرف ما معنى كلمة مرعبة كان الطفل يقوم بحركات بهلوانية مرعبة فما معنى كلمة مرعبة أحسنت مرعبة بمعنى مخيفة أحسنت طيب نأتي الآن لكلمة التي تليها استقرت ما معنى استقرت استقرت السيارة في حفرة إذن ما معنى كلمة استقرت هل تعرف أحسنت ثبتت معنى كلمة استقرت بمعنى ثبتت تاها 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 عن الطريق ما معنى كلمة تاها هل معناها ظل أو معناها مالت ها أحسنت معناها ظل الطريق إذن تاها تأتي بمعنى ظل الطريق الكلمة الأخيرة إن حرفت إن حرفت ما معنى كلمة إن حرفت ها فانحرفت عن الطريق أحسنت بمعنى مالت بمعنى مالت أحسنت أبحث الآن في النص عن الكلمة التي تشير إلى التعريف التالي التعريف يقول البراعة في الألعاب التي فيها خفة ورشاقة في النص كلمة تدل على هذا التعريف فما هي الكلمة ها هل تعرف ما هي الكلمة البراعة في الألعاب التي فيها خفة ورشاقة هذا التعريف يدل على كلمة وردت في النص فهل تعرف ما هي الكلمة ها هل تعرف البراعة في الألعاب التي فيها خفة ورشاقة أحسنت البهلوانية ممتاز هذا الطفل كان يقوم بحركات بهلوانية ما معنى بهلوانية المعنى البراعة في الألعاب التي فيها خفة ورشاقة أحسنت الآن استخدم الكلمات التالية في جمل تامة توضح معنها الآن عندي كلمات أريد أن أضعها في جمل لكي تتضح أو يتضح معناها بالنسبة إلي إن حرفت الكلمة الأولى طوارئ مارس المقود تاه نبدأ بكلمة إن حرفت هل تستطيع أن تضعها في جملة؟ أحسنت إن حرفت السيارة عن الطريق أي مالت عن الطريق مالت عن الطريق إن حرفت السيارة عن الطريق مالت السيارة عن الطريق ممتاز نأتي الآن إلى كلمة طوارئ طوارئ هذه الكلمة كثيرا ما نراها مكتوبة في المستشفيات فهل تستطيع أن تأتي بجملة توضح لنا معناها؟ كلمة طوارئ ها طوارئ أحسنت طوارئ المستشفى تعمل باستمرار ممتاز طوارئ المستشفى تعمل باستمرار كلمة مارسة ها مارسة هل تستطيع أن تضعها في جملة؟ ها مارسة ها مارسة كلمة مارسة أحسنت مارس الطالب رياضة السباحة أي اعتاد الطالب على عمل هذه الرياضة على عمل هذه الرياضة مارس الطالب رياضة السباحة أحسنت نأتي الكلمة التي تليها المقود المقود هل تعرف المقود؟ ها نوع وجزء من أجزاء السيارة إذن ماذا نقول؟ ها نضعه في جملة فنقول أحسنت يمسك السائق المقود جيدا أحسنت يمسك السائق المقود جيدا إذن الكلمة أو كلمة المقود الجملة التي توضحها يمسك السائق المقود جيدا أحسنت كلمة تاه نحن قلنا قبل قليل تاه ظل الطريق فهل تضع كلمة تاه في جملة؟ ها أحسنت تاه الطفل في الحديقة تاه الطفل في الحديقة ظل طريقه في الحديقة إذن الجملة التي توضح لي معنى كلمة تاه أقول تاه الطفل في الحديقة تاه الطفل في الحديقة ظل طريقه في الحديقة أحسنت الآن أنسجوا عبارة شبيهة بالعبارة التالية أنسجوا عبارة شبيهة بالعبارة التالية العبارة إنه طريق قل ما تمر عليها السيارات إنه طريق قلما تمر عليها السيارات لاحظ كلمة قلما الملونة باللون الأصفر نأتي هنا إلى معناها نتعرف عليه قلما بمعنى نادرا أو قليلا فهذا الطريق قلما أي نادرا أو قليلا ما تمر عليه السيارات الأب حصل له حادث على طريق قلما أن يندر أو قليلا ما تمر عليه السيارات فهل لاستطيع أن نضع أو أن ننسج جملة شبيهة بهذه الجملة تحوي كلمة قلما أعيد الجملة إنه طريق قلما تمر عليها السيارات هل تستطيع أن تأتي لنا بجملة أحسنت قلما يخطئ الطالب المجد في الاختبار يندر وقليلا ما يخطئ الطالب المجد في الاختبار أحسنت أكره النص بسرعة وأملأ الفراغات التالية قرأناه قبل قليل ما هو عنوان القصة ما هو عنوان القصة هل تعرف أحسنت لجاة أب وابنه ممتاز أيضا ما عدد فقرات النص هذا النص يحتوي على مجموعة من الفقرات فكم عدد الفقرات التي يحتوي عليها هذا النص أحسنت خمس فقرات هذا النص يحتوي على خمس فقرات ممتاز طيب شخصيات القصة ما شخصيات القصة الواردة في النص ما شخصيات القصة الواردة في النص هل تعرف أحسنت الأب وأيضا ها أحسنت الأم ممتاز وأيضا أحسنت الأخت التي صاحت عندما سقط سامر وأيضا سامر ممتاز إذن شخصيات القصة أربع الأب والأم والأخت وسامر ممتاز أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب على الأسئلة التالية نحن قلنا قبل قليل بقراءة النص قراءة جيدة السؤال يقول ما الألعاب التي قام بها سامر في الحديقة وما رأيك فيها ما الألعاب التي قام بها سامر في الحديقة سامر قام ببعض الألعاب فما هي وما رأيك فيها أحسنت قام سامر بألعاب بهلوانية بدراجته وهي ألعاب خطرة لمن يقوم بها ألعاب خطرة لمن يقوم بها لماذا؟ لأن هذه الألعاب البهلوانية تؤدي إلى السقوط أو الاستدام السؤال الذي يليه هناك نوعان من الهاتف فما هو؟ في القصة استعملت الأم نوع من الهاتف وكذلك الأب استعمل نوعا من الهاتف فما عن نوعان الذين ذكروا في هذه القصة نوعان من الهاتف أحسنت الهاتف الثابت والهاتف النقال الهاتف الثابت والهاتف النقال أحسنت السؤال الذي يليه بما تتميز سيارة الإسعاف عن غيرها من السيارات سيارة الإسعاف كثيرا ما نشاهدها في الشوارع فبأي شيء تعرف سيارة الإسعاف؟ لها ميزات معينة نعرفها جميعا أحسنت تتميز بوجود أصوات مميزة لها أثناء استدعائها لوقوع حادث على الإنسان إذن تتميز بوجود أصوات مميزة لها أثناء استدعائها لوقوع حادث على الإنسان الآن أبين أسباب وقوع الحادثتين الوالدتين في النص حادث الإبن وحادث الأب هل تعرف؟ أحسنت تهور سامر وقيامه بحركات بهلوانية خطيرة سببت له حادث الاستدام بالشجرة طيب ما سبب حادث الأب؟ ما سبب حادث الأب؟ أحسنت انشغال الأبي بالهاتف النقال أثناء القيادة انشغال الأب بالهاتف النقال أثناء القيادة سبب له حصول الحادث عندما انحرفت به السيارة تقويم أختار إجابة صحيحة مما يلي من أسباب وقوع الحواث المرورية استخدام الهاتف النقال الانتزام بالإرشادات المرورية السرعة النظامية من أسباب وقوع الحادث برأيك ما هو؟ أحسنت استخدام الهاتف النقال لذلك يجب علينا أن نحذر من استعمال الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة أحسنت تعلمنا في درسنا نص الدعم نجاته أب وابنه قراءة النص قراءة جيدة كذلك ذكر أسباب حدوث حادث الأبي والابن وأيضا التعرف على معاني الكلمات الوالدة في النص مراجعنا كانت كتاب المعلم والطالب والتطبيق النحوي انتهى درسنا هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونلتقي في درس آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته